كان كتير متعيب بس حلب بتاخد العقل يعني كنا نحنا السنة الماضية كان فيه دمار لأرجعنا طرقات كتير حلوة ومزبطينة وشغل كتير فلوفية والحمد لله أنه نحنا جايين هلأ أن نستذكر السنة الأولى لانتصار حلب مرور عام على نصر حلب اللي هو نصر كان لكل سوري وبإذن الله السنة الجاي منكون متواجدين سواء بحلب أو بدمشق أو بالدير أو بأي مكان بسوريا ومتحرر كل شبر من تواجد أي إرهابية على أرض سوريا الحبيبة بتحضيرات كتير كبيرة يعني حدث به الضخامي هات بمكانة حلب بأهمية حلب بقلب كل سوري الحلب فعلا هي مدينة ما بتموت اليوم اللي عم بيشوف مدينة حلب بعد سنة وحدة بس من التحرير رح يتفاجأ عودة كبيرة للشباب الحلبي لمدينة حلب والصناعيين بشكل مباشر عم نشهد عودة حتى للمصانع والمعامل عم نشهد إعادة أعمار حتى للأحياء القديمة بمدينة حلب هذا إذا بيدل على شي بيدل على إرادة حقيقية عند الشعب الحلبي تحديدا أنه هاي المدينة اللي بدمارت منه أول دمار لألة واللي بناها عبر التاريخ لغم بقل الدمارات سواء اللي كانت بسبب الحروب أو حتى بسبب الزلازل اللي تعرضت لألة مدينة حلب اللي بنا مدينة حلب هنه أهالي مدينة حلب واللي بيبنيه اليوم هنه أهالي مدينة حلب هلا بصراحة لأول مرة بيجي على حلب يمكن كانت الصورة مختلفة شوي يمكن خلال السنين الماضية وقتا كنا نسمع ونشوف بالأخبار بيتصور لك أو بيتبادر لزهنك إنه كيف الطريق رح يكون أو شو ما شاهد الدمار أو فيه شوية قلق بس فعلا أنا على الطريق كان فيه شي مختلف تماما كان فيه فعلا أطمئنان فيه راحة تامة يعني كنت قاعدة وعم نشوف المناظر ما بين صحرة وما بين بداية مدينة حلب كان فيه إطمئنان وراحة كتير كبيرة كنا عم نتطلع ونسأل حالنا إنه كيف هاي المحافظة اللي فيها دمار يعني اللي بنشوفه على الصور أو بنشوفه بالفيديوهات مو مثل ما بنشوفه بالواقع سلمة يعني بتحسي إنه فعلا مدينة ملحمية عم تلخص حكاية شعب وجيش قدر ينتصر على قوى الشر قدرت تنتصر حلب يعني نحنا اليوم عام على انتصار حلب بأدي هذا العنوان بيعطيكي أمل إنه سوريا راجعة وراجعة تتعمر بهمة يعني كل السوريين والجيش العربي السوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة